السلام عليكم و اهلا بكم معكم محمد لطفي و درسنا النهاردة هنتعلم في كتابة النص على مصار او باس و الدرسة هيكون بسيط جدا و هنبدأ بأول حاجة عندي وهي انشاء ملف او مستعد جديد 1000 بيكسل طول في 1000 بيكسل عرم و هروح بعد كده لأداة الاشكال و اختار اي شكل او شيء و التطبيق ده اقدر اطبقه على اي شكل سواء دايرة او مسلس او مربع او اي مصار انا برسمه بالبين تول و اكتب عليه عادي جدا انا هنا هختار اداة الالبس تول و هروح للارت بورد و هسحب بالشكل ده و هسحب بالموس و انا ضغط كليك شمال مع الشفت و لازم اضغط على الشفت عشان يحفظ لي على شكل الدايرة و اسحبها شوية و اخليها في منتصف الارت بورد و بعد كده هختار اداة الكتابة على المصار اللي هي type on a pass هلاقي شكل الموس تغير معي و هروح للمصار اللي انا رسمته و اضغط كليك و اكتب بالشكل ده و انا هنا هكتب welcome to Egypt و ازود حجم الخط عشان الكتابة تظهر معي اكتر بعد كده هلاقي ظهر لي 3 خطوط في text و الخطوط دي اللي بتسمح لي ان اتحكم في حركة النص على المصار نفسه اول خط وهو هيكون نقطة البداية بتحكم فيه بالشكل ده و احركه حول المصار و الخط الثاني هو نقطة النهاية و انا هنا هستخدم اداة selection tool و اول ما اقف على خط البداية هلاقي سهم صغير و بيظهر لي فيه الاتجاه انا هنا هحركه بالشكل ده عشان ازبط البداية و النهاية بشكل صحيح و متنصق و هعمل للنص محاذاة مع منتصف الدايرة و هسحب anchor point الثانية و اعمل لها محاذاة مع منتصف الدايرة و دلوقتي لو عملت محاذاة للنص هلاقي زبط لي النص بين البداية و النهاية بشكل صحيح جدا و متنصق و لو جيت زودت حجم النص هلاقي بيزيد معايا بشكل سليم جدا على المصار و اقدر اغير الخط بالطريقة دي و اعمل اي تعديل على النص لغاية ما اصل للشكل اللي انا عاوز و لو عاوز ان النص يكون بزاوية على الدايرة بسهولة جدا اسحب الانكر point بالشكل ده عندنا حاجة مهمة جدا وهي اعدادات على التكست هتفيدني في التعديل هروح لـ type tool و هضغط double click بالشكل ده يظهر معايا البوكس ده وهو الـ option او الخصائص للكتابة على المصار اول حاجة هعملها وهي اني اعمل بـ review عشان اشوف التعديلات اللي انا بعملها و هلاقي هنا اول حاجة flip و لو علمت عليها كده هتعمل لي انعكاس للتكست عندي هنا الـ effect و عندي منها اختيارات كتير جدا اغير منها بالشكل البسيط ده لغاية ما اصل للشكل المناسب وبعدها align to pass دي خاصة بمكان النص على المصار اقدر اتحكم اخلي النص خارج المصار او داخل المصار او على المصار نفسه اخر حاجة وهي الـ spacing وهي المسافة بين الحروف وبعد ما اختار وخلص اعداداتي كلها هضغط اوكي و ده شرح بسيط للكتابة على المصار في برنامج الـ Alistrator وبكده يكون درسنا انتهى و اتمنى تكونوا استفدتم من الشرح البسيط و انتظرونا في الدرس القادم ان شاء الله